السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيبا دكاترة عاملين ايه اخباركم ايه اه المرة اللي فاتت خلصنا الطبك بتاع دينتال كيرز في البيدو واخدناها على محاضرتين وكانوا اول محاضرتين في الترم التاني الترم التاني تعالوا نكمل ونبدأ في المحاضرة التالتة ولنبدأ معيها طبك جتير نتكلم عن الريستوراتف دينتسري بس بقى فين في البيدو خلاص اه هناخد الطبك ده على ثلاث محاضرات ان شاء الله النهاردة هنبدأ بقول محاضرة فيهم محاضرة ان شاء الله تكون سهلة وسهلة وسريعة لان انتو اخدتوا الحاجات دي في الساكيشن فالكلام مش جديد عليكم ان شاء الله بس الفكرة ده هنتكلم بنطبق يعني على اسنين بيدو مش اسنين الناس كبيرة فهنعرف ايه الفرق النهاردة يعني بين اسنين دي والاسنين دي كمان هنتكلم عن على حسب جيبي بلايك وسايستا انتو اكيد اخدتوا الكلام ده برضو هنتكلم كمان عن الديفرنت كافيتي ديزاين على حسب بقى الكيرز هو كلاس كام كمان هنتكلم معنى الايزوليشن والبرينسبل اوف كافيتي بردريشن وانتكلم عن الايزوليشن والماتريكس سيستيم البند والماتريكس دوفلماير وكلام ده كله كمان هنتكلم معنى التريتمينت اوف بالي دستراكتد بايمريتيز هنتصرف فيها ازاي وكلام ده هيبقى على مدار زيب بقول لكم ترات محاضرات طيب اول سؤالة عندنا على طول كده ندخل سخنين ايه هي الايمز بتاعت بمعنى يعني بلدي شوية اللي هو انا اصلا بحشي السنان الاطفال اللي ما سيبها وتدخلع وخلاص ما هيجي غيرها وده اصلا تربع ثقافة الشعب كده ان انا اخلعه وكده كده هيجي غيره تمام طبعا احنا اخدنا في الترم الاولاني عن فاكرين وكلمنا انه لما بخلع سنة بدر جيدة بتعمل لي مشاكل فاكرين الموضوع ده اللي هو وقلنا انا نعمل والكلام ده باول حاجة ان انا بحافظ على السنة علشان بيحصلوهاش ليه لان السنة هي فاكرين خلنا الكلام ده بالترم الاولان تاني حاجة ان انا اشير كل الكيرز فانا لما بشير كل الكيرز اولا الطفل ده بريليف البين اللي عنده بلاصن ان الكيرز ده يعتبر مرض فانا كده خلاص شلته وريحت الطفل كمان حافظت على السنة في الهيرس ستور فالهيرس ستيتج فبالتالي ان هي الطفلة هيعرف هيكل عليها لما اجيي لي امه وتقول لي اخلع لي اصنانه او اخلع لي دروسه اول رد برده لها الصراحة اللي هو طب هو ابنك ده هيكل على ايه يعني خلاص ماشي هيطلع له اصنان دايما ان شاء الله بس هتخلعها هتطلع له مسلا بعد سنتين تلاتة في الفترة ودي لي ولد هاكل على ايه فهمين قصدي طيب ايه كمان ان انا اه هحافظ على عشان الولد ده لما نيجي نخلع مسلا اسنانه اللي قدام بالزايد هتلاقي منظره مش لطيف بلاس كمان السبيتش بتاعه هيتأثر كلامه هتلاقي الولد بقى قلده والسه سين وللته يعني ايه السين قصدي سه وهتلاقي ان الولد ده يعني هيتعرض لتنمر وش يعني ماشي ايه كمان ان انا احافظ على الاسنان بتاعته دي كمان او الاسنان اللي بزايد القدامانية افتكروا برضو في البريماتير دوس لما كان بنخلع اسنان القدامانية كان ايه اللي بيحصل غير الاسبيتش كان بيحصل حاجة كمان اسمها التانج سراست اا والقرى الهابتس لو تفتكروها وقول ان التانج سراست دوت حاجة بتبقى الساكن ريال حاجة ثانية اصلا اللي هي ان الطفل ده مسلا خلع سنينه فعنده سبيس فعمال يطلع لسينه القدام فيعمل العادة بتاعت التانج سراست وما يترتب عليها من مشاكل تمام فده الايمز تاعت ان انا بحافظ على السنة البرائماري طيب بعد كده هنتكلم عن البرينسبل اوف كافيتي بريباريشن في البيدو وطبعا فيه فرق كبير او ما بين البيدو ما بين البرمنت عشان كده احنا عمل لهم اصلا محاضرات لوحدهم يعني لهم طوبك لوحدهم طيب ايه الفرق ما بين ده ما بين ده اول حاجة انا مش بتعامل مع شخص ادلت لا انا بتعامل مع شخص مع طفل مع تشايد فهل التشايد ده هيبقى كوابرتف ولا ان كوابرتف لو كوابرتف هيساعدني وهنعمل الموضوع بتاع بسهولة هنعمل الايه الكيرز وهنشيله هنعمل وموضوع يبقى سهل ان شاء الله طيب افرد ان الطفل ده ان كوابرتف وانا خلاص عملت كل السياسات بتاعتي اللي احنا هنعرفها بعد شوية في المالجمنت وان انا حاولت احايله واددي واعمل عشان يقعدوا في الاخر ما اقعدش ساعتها هنتصرف ازاي هل اقولي العيان اقولي الام روحي وطفلك تعبان كده اكيد لا طب انا بعمل ايه بصوا اقلح حاجة يعني بنعمل كأنها يعني واي كأننا بنعمل اسعافات اولية بنعمل حاجة اسمها اي ار تي اي ار تي ده يعني حاجة كلمة او مقطع يعني من اه اللي هو الحقور ده اد رو ماتيك من اسمها كده اي اد رو ماتيك يبقى انها مش هستخدم كونتر مش هستخدم اه اه انسيزيا كل الكلام ده انا مش هعمله انا بس جاسط انا هجيب الاكسكابيت و البتاعي واشير كل وهي حاجة كده نعرفين كأني بسكن الولد يعني بسكن الولد لحد ما الطفل ده يكبر شوية وربنا يسترها معايا يعني ويكبر شوية ويقعال بالطريقة اللي احنا بقى عارفينها بقى نحن استعدى من الكنترا والكلام ده كله تمام؟ طيب على فكرة برضو بنستخدمه في الدول الفقيرة لما بيكونش عندهم كونترا ما يكون عندهم مثلا مجاعات الدنيا يعني الدنيا دمار خالص وحروب ومش عارفة ايه وكده بيستخدم ايه ارتي حتى مع الكبار ماشي؟ طيب ايه كمان تانية حاجة الفرقة بين الكبار والصغيرين او الاسنان البرامري والاسنان البرمنت تانية حاجة يعني ايه؟ يعني ما يجليش مثلا طفل يكون خلاص قرب يدخلها خلاص وقوم انا اقولي الام اللي احنا نحشي عشان هو مثلا فيه كيرز وفيه واجع والكلام ده كله فانا انا مش واخد بالي من الكورنولوجي بتاع الاسنان مبقاش عارف ان الريتشادينج بتاعه خلاص قرب وان الديده هيقع عقما ايه لها لأ نحشيه طب وليه؟ ليه اعرض الطفل الاناسيزيا وحشو ووايا 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 ويبتبقى جلسة وجلستين وهو قصن الموضوع ان هو خلاص الدرس قرب يدخلع فساعتها هاخلع وخلصنا اول عكس تماما ان انا لازم اراعي انه مثلا ايه لسه بدري فاقنع الام ان احنا نحشي الزيدة تمام؟ طيب ثلاث حاجة الديفرنس بتوين البرايمري والبيرمنت تسيزات نفسها خلاص وده اللي هنتكلم عليه في ثالث سؤال ايه الفرق ما بين الاسنان البيرمنت والاسنان البرايمري؟ الاسنان دي او الفرق ما بينهم ده هيبقى في ثلاث اوجه او ثلاث حاجات اول حاجة الاناتوميكال ديفرنس او المورفولوجيكال ديفرنس تاني حاجة الهيستيروجيكال ديفرنس ثلاث حاجة الاناتوميكال ديفرنس خلونا واحدة واحدة الاناتوميكال ديفرنس يبقى انا بتتكلم في الاناتومي بتاع السنة في المورفولوجيكال بتاع السنة اللي احنا اخدناه في اول او في فرق اولى تمام؟ احنا منتكلم عن الاناتوميكال ديفرنس عمتا بواجه عام هنتكلم عن الفرق ما بينهم ما بين بعض في الحجم الكراون او الشكل الكراون والكلام ده كله في الروت وكمان في البالب طيب اول حاجة الاناتوميكال ديفرنس هي نفس عدد الأسنان البرايمري؟ أكيد لا. الأسنان البرايمري كم سنة؟ عشرين سنة صح؟ الأسنان البرنانت 32 أو ممكن نقول 28 على حسب الوز ده ما هيطلع ولا لأ أو هيطلع في كل النواحي ولا أيا كان يعني. خلاص يبقى الفرق الأول حاجة إن الأسنان إيه؟ عشرين سنة. طب أنا يعني ده هيفرق لي أنا في إيه؟ الكنسدوريشن عندي هنا بالنسبة لأن أنا بيدو دونتست دلوقتي هتفرق لي في إيه؟ هقول لك هتفرق في إيه؟ لما أنت تفتح فم الطفل وتلاقي سنان أليلة تبقى أنت عارف إن هي أقل من عشرين وخلاص الوقت التاعها مثلا الأسنان دي إنها كانت تطلع وما طلعتش يبقى حكا بنتكلم إن الطفل ده عنده هيفو دونشي فأنا ببدأ أشوف لو هو عنده حاجة سيستاميك تاني حاجة لأفرد أنا لقيت سنان زيادة لأيت ميزو دونس مثلا يبقى حم نتكلم في سوبر نيوموريتيس يبقى أنا لازم أبعارف إن عدد الأسنان إيه؟ عشرين حاجة سهلة وبسيطة يعني طيب تاني حاجة إن الأسنان اللبانية لو جبت سنة سنترل أبر سنترل مثلا ويه جبت كمان أبر سنترل من البرايمري وأبر سنترل من البرايمري وأبر سنترل من البرايمري وحاطتهم جمع بعض هتلاقي السنة البرايمري لونها يعني لونها أفتح شوية طيب ما بيضى أكتر شوية طيب ده هيفرق لي أنا في إيه كابيدو دونس هتفرق لي لما باجي أعمل لهر ستريش لأنا أخد بين الشيد سيلاكشن بتاع بتاع الكومبوزت أكيد مثلا لو هختار ايه وان في الكومبوزت مثلا نتكلم في الشيدز بتاعت الكومبوزت اي وان و اي تو اي سري اي وان أفتح حاجة اي سري أغمق حاجة يبقى لدلوقتي لما يشوف طفل صغير يبقى أنا هفتح شوية مش هستخدمه زي ما باستخدم مثلا لأبوه لما باجي أعمل له مثلا أبر سنترل مثلا أعمل له مثلا كلاس ري مثلا أو كلاس فور تمام؟ طيب تالت فرق عندي كمان ان الأسنان بتاعت العمتان يعني الأسنان بتاعت هي بتبقى يعني ايه يعني حجمها أصغر شوية فلما باجي أستخدم البيرز بتاعتي وما باجي أعمل كافتي مثلا فيها باختار البيرز تكون حجمها أصغر شوية علشان ما كورش لسنة وانا بعمل الكافتي بريبريشن قصد تمام؟ طيب تركاية كمان بسيطة كده نحن نتكلم في الأحجام بتاعت المولرز سواء كانوا في أول حاجة إنه الأسنان أنا عندي مولر 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 مين حجمهم أكبر؟ مين حجمه أكبر من مين؟ مولر مزبوط وابتاعي لي بقى في الأسنان البيرمننت بتبقى عاملة زي أنا عندي آآ إأا إآ إيكسس 세فن اللي هو الإبيرس مولر وإيكس الأسنان مولر مولر هتلاقي مي què? هتلاقي إيه؟ هتلاقي إن الفيرس بيرمننت مولر أكبر من إيكس أكبر من إيكس المال أ weekends آق cop برايماري مولر أكبر من الفيرست برايماري مولر ولكن في الكبار هتلاقي أنه الفيرست بيرنانت مولر هو اللي أكبر من الساكند بيرنانت مولر الكلام يبان سهل وبسيط بس والله في الامسك يوه هتطلق بطه فيعني إيه حاولوا تترجمه الكلام يعني تمام طيب ده كده أول حاجة وأول فادمة بينهم في جينرال كونسترشن زعمتا قلنا النمبر وقلنا وقلنا اللون بتاعي طيب ندخش بعد كده على الكراون هل الكراون بتاع زيه زي الكراون بتاع أكيد لا في فرق أول حاجة في وضحة وصريحة يعني لو جيت أبر سنترال مع أبر سنترال هتلاقي أن أكبر من أبر سنترال بتاعة هتلاقي أنه قلنا إيه بتاعة الأسنين هتلاقي أنه بتاعها أصغر من فبالتالي وأنا ما باجي أعمل الكافيتي زي ما بقولكم نستخدم بتكون أصغر في الحجم علشان ما أكلش إلسانة وأنا شغلة فأنا حاول أكون أسنين ما بعمل الكافيتي تاني حاجة أن أنا لو جيت الانامل ودينتين هتلاقيه أن السيكنيس بتاعي الانامل ودينتين في البرايمريتيس أصغر من السيكنيس بتاعه وهو فين في البيرنانديتيس مظبوط مظبوط طيب ده هيعمل لي إيه طيب أول حاجة بالنسبة لي الطفل هتلاقي أنه أسنينه بتوصل للبلب بسرعة جدا يعني أنا حتى لما بلاقي مثلا في الديب الزيت إن الدي صغير عن الإيه زي ما بقولكم فلما بقى فيه كيرز بيبقى احتمالية أنه هو يوصل للبلب تبقى سريعة جدا يعني أصلا أنه أنا أعمل في الديب تبقى يعني احتمالية ضعيفة مش مش قوية زي ما إحنا فاهمين أغلب الوقت بنوصل للبلب وبنعمل بالبوتومي أو بالبكتومي كان يعني تمام تالي حاجة قلت لكم أنا بستخدم عشان إيه عشان أعمل لالتوس نفسها لأن لنعمل رفيعين إحنا بننزل قد إيه في الدبس طائعي إنتوا أكيد عارفين الموضوع ده أنا بنزل خمسة من عشرة مليمتر صح يعني يا دوبك ما بتزلش كتير خالص وأخد بالي لأن يا دي حاجة ده سيكنس رفاعي جدا مش زي الناس مش زي البرمنتيس طيب تالت حاجة بقى دي مهمة جدا الكنتاكت إريا أنا عندي في الأسنان البرمنت عندي حاجة اسمها كونتاكت بوينت لكن في الأسنان البريمري بقول كونتاكت إريا تعالوا نبص هنا في الصورة دي هتلاقي إنه الأسنان اللي فوق دي الاتنين دول أسنان برمنت فهتلاقيهم لازقين عند بعض أو متلاقين مع بعض عن كونتاكت بوينت ولكن اللي تحت هتلاقيهم المتلاقين مع بعض في نقطة أوسع في نقطة فلاد في نقطة برود فنتكلم ما بنقولش عليها كونتاكت بوينت لأنه نعليها كونتاكت إريا مكان واسع وده أكتر حاجة بنلاقيها ما بين الدي والإي عامة ليه؟ عشان في حاجة اسمها برايميت سبيس رجعوا كده للترم الأوليني هتلاقي إن فيه برايميت سبيس أصلا كده كده موجود ما بين الأسلين فأكتر حاجة وأشهر مكان بتلاقي فيه الكونتاكت إريا هو ما بين الدي والإي طيب ده مغزا إي أو أنا عايزة أو صل إي لما بقول لكم ده كونتاكت إريا مش كونتاكت بوينت ده هيفرق معي في إي وهيفرق معي في كذا حاجة أول حاجة أول مع العياني يجيلي واجي أعمل دياجنوزز أصلا عشان أكتشف إيه سبب البين اللي عنده الطفل ده فأنا عندي كونتاكت إريا تعارفين يعني إيه كونتاكت إريا يعني أنا هاجي أبص كده من فوق كده على الدرسين مش هشوف حاجة مش هشوف اللي تحت إن كونتاكت إريا دي مش هشوف اللي تحتها عكس الأسنان أنا بشوف ممكن أشوف لحد تحت شوية تمام فالكونتاكت إريا دي حاجة بالي لو فيه تسوص تحت الكونتاكت إريا دي فبالتالي أنا مش عارفة أعمل دي جنوز السنين خلاص فأنا رجزم أخد بالي من النوطة دي في الأسنين البيدو وعمل الشيك كويس قوي لإنتر بروكزما إريا عشان نشوف لو فيه أي كيرز من ناحية دي أو من ناحية دي فأول حاجة تاني حاجة أنا لما بيجي أعمل بقى خلاص أنا وصلت أنا عندي ميزير بوكس أو ديستر بوكس وإيه هعمل فيهم أول حاجة أنا أحط الوول بتاعي الميزير أو ديستر أو اللينجوال لازم أحطهم في حاجة اسمها علشان إيه علشان ما تحشرش أكل فيضع الطفل يعمل فيها فيبوز الحشو ويكسرها تمام فأنا بحطها في من الأول علشان ما يوصلوش للمرحلة دي ده أول حاجة التاني حاجة إن أنا عندي الجنجوال سيد الجنجوال سيد ده لازم أخد بالي إن هو يكون تحت الكنتاكتئرية على طول لأن أنا لو سبت الجنجوال سيد عند الكنتاكتئرية نفسها فيها نفسها هي فيها نفسها وقفتوا عند النقطة دي وش الحشوة هتكسر وقداني هبوز مني فأنا لازم أنزل على طول بس يعني تحتها على طول وقوم حط الجنجوال سيد بتاعي تمام فأنا كده برضو هبعد إن الحشوة إن هي إن هي تتكسر وفي نفس الوقت ما تجمع عليش أكل خلاص فده كده حاجة اسمها يعني أهمية الموضوع نقول لكم علي جده إن هنا عندي كونتاكت مش كونتاكت زي الكبار طيب ندخل على رابع نقطة هنا في الفرق إحنا دلتوقتي فين في الفرق ما بين بتاع خلاص طيب أخدتوها أكيد في القرار الهيستولوجي ونتكلم عن بتاعهم خلاص لو عملنا زوم كده على الصورة دي هتلاقي إن العليمين دي سنة بيرمنانت ولا على الشمال دي سنة برايمري خلاص فأنا عندي العليمين دي شايفين الإنامة متوزعة إزاي عند سورفايكال آي عند سورفايكال إيريا بالذات خلاص فهنتكلم على الأسنان البرمنانت هتلاقي الإنامة عند سورفايكال إيريا موجودة فين موجودة جنجبال يعني موجودة لتحت ولكن الأسنان البرايمري زي على الشمال ده شايفين الإنامة عاملة إزاي في الجنجبال إيريا دي أو في سورفايكال إيريا طلع الفوق طلع أكلوز لي طيب ده إفريق إلي لو في الأسنان البرايمري طالما الإنامة جاية ناحية الأكلوز لي يبقى هي سببورت ولا مش سببورت هي سببورت بدينتين أكتر ولا هي سببورت بدينتين أكتر فهعمل إيه هخلي بتاع يكون خلاص يكون واقف ليه إن في دينتين تحت بي سببورت لي طب لو نحن نكلم على الأسنان تقصر منك بسهولة جدا لأن هي ما فنهاش سبورت حلو مع اللاتينتين فأنا بعمل إيه بعمل لها بعمل لها خلاص عشان أكتر عمتا فتديني يعني أكتر فتفضل سببت أو وقفة في مكانها أكتر تمام يبقى أنا الفرمة بين في أنا عندي في إن هي موجودة ناحية فبالتالي أنا بعمل ولكن البرمانتيز بتبقى متوجهة ناحية العكس نزل تحت فبالتالي إن هي تكون أضعف فبالتالي أنا بحتاج أعمل لها بيفل علشان تساعدني شوية إنها تستحمل الحشوة بتاعتها تبقى سيد بجد أوكي طيب خامس حاجة حاجة اسمها بغلج إيه 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 إنت لو جبت وبصيت عليها كده بزاوية كده من الجنب كده هتلاقيها عاملة بلج محترم كده من عند إيه من عند السيرفايكل كلام ده بيفرق معي في حاجة أوه ده حلو أوه وحش أوه برضو طيب إزاي قالك إن الحلوة بتاعي وهتعرفوه لما تيجو تاخده الكراونز أو الاستاني ستير كراونز بعد شوية هتلاقي إنه بيدي ريتنشن حلوة جدا في الكراونز دي يعني إيه يعني إيه ما تيجي تعمل تحط الكراون بتاع الأطفال تحط عليها الكراون هتسمع صوت تك كده التك دي بتفهمني إن ريتنشن فالتك دي حلوة التك دي جاية من بقى إن أنا عندي بلج موجودة على البكر سورفس هي دي اللي خليتوا عارفين كأنه دخل كده بقى كأنه عشق ومعشوق دخل وفبعض تمام طيب ليه مشكلة آه ليه مشكلة إيه بقى يا سيدي المشكلة أنا مش عارفة أنتو لسه عندكو تفلماير ماتريكس بتبقاش قددف على السنة بتبقاش حلوة بتبقى صعبة جدا فأنا بعمل إيه عشان ندو واجه أو نعمل الموضوع ده أو نعدي الموضوع ده بنعمل إيه بنصدم حاجة اسمها تي باند تي باند ديتها ورهاركو صورتها برضو في آخر المحاضرة آه بتبقى شريطة كده معدن كده خلاص وبيبقى من يعني إيه على حرف تي خلاص بقى أم أنا لفاها كويس حوالين الدرس بإيدي خالص عادي خالص وأقوم عاملة الإيه وأقوم لفا حرف تي ده على على الباند نفسها وهرهاركو برضو في آخر المحاضرة آه أنا عايز أقول لكو إيه تمام طيب سيدة فرق هو الأكلوزل تيبل هل لو بصت كده الأكلوزل تيبل بتاع مثلا السكس والإيه هتلاقيوا إن الإيه بيبقى آه آه اسمها إيه اللي هو كونستركتد بيبقى أمور كونستركتد على بعض هتلاقي الأكلوزل تيبل نفسه مش مش كبير زي الأكلوزل تيبل بتاع السكس خلاص طيب أنا داي فرق لنا في إيه أو الكلينيكا السيجني في كنسة تاعي أنا عبارة عن إيه إن أنا أخد بالي كويس قوي من الكافيتي بتاعي إن الكافيتي يكون فين إن الكافيتي يكون الويتس تاعه يكون خلاص يعني إيه يعني في التلت اللي في النص في نص إيه لإيه إن أنا لو تزودت الموضوع شوية عن التلت سواء بقى كان بقى لي أو لينجولي ده هيقصر لي على إيه هيقصر لي على البقى الول أو على الكاثبات فتلاقيها إن هي بايت إيه بايت أندرمايند فخلاص كده إحنا كده بوزنا إنسلنا وخلاص ترامل حاجة أندرمايند هتشيلها صح لإنها تتكسر لوحدها يعني سيان سواء أنت كسرتها بالكونترا أو العيان روح بيها كده جدها تتكسر فما زودتش عن في البرايمري تيس ما زودتش عن إيه تلت المسافة في الانتوركاسبال ديستنس دي تمام طيب سابع فرق وآخر فرق في الفرق ما بين الكراونز بتاعة البرايمري والبرايمري تيس هو حاجة اسمها إن الأسنان البرايمري تيس دي بتبقى بلبس أو شكل شكل البصل يا حاجة دحك شوية نعرف بس هاتوا بصرايا كده خش المطبخة عندك كده وهاتب صرايا وشوف عاملة إزاي هتلاقيها عاملة إزاي هتلاقيها إن هي من ناحية الأوكلوزل أو يعني اعتبرها كأنها سنة يعني هتلاقيها من فوق كده أو من الأوكلوزل كده هتلاقيها إيه هتلاقيها يكون صح ومن ناحية السورفايك اللي هي من ناحية تحت كده هتلاقيها إيه هتلاقيها يكون وفي النص مفرشحة كده صحي كده هي ده بالضبط شكل إرسلنا البرايمري خلاص طيب ده هيعمل لي أنا إيه؟ أو هيفرق لي أنا إيه؟ هيفرق لي لما باجي أعمل جنجبر سيت لما احنا كنا لسه نتكلم على الموضوع ده أنا دلوقتي معايا أكلوزا سوري ميزي البوكس أو ديست البوكس تخيلوا معايا أن دي بصرة بجد وضعي ما بغضرش هيطول بصرة كده وهتحط عليها البير كده من فوق وتقوم معايز تنزل عشان تعمل جنجبر سيت عشان تسند الحشو عليه تمام؟ تحدينا هذا أنزل أسعد لو عدت البلج ده اللي هو الحتة المفرشاحة قوي ديت أو الحتة اللي هي، اللي هي فيها الكمفكستي قوي ديت خلاص فروح تنزلت تنزلت هتأكيد نفسك نزلت على الهواء صح؟ هتلينك نزلت التك هتلينك يعني لو في سنها كأنك نزلت على الجنجبر مزبوط تدابر بقى على الجنجبر سيت مش هتلاقيه خلاص لا يوجد هتدار بقى تتخش ثاني زيادة ناحية البلبي كده فممكن أصلا تعمل بربكس بوجر تمام؟ فأنا عشان كده بقول لكم مت شوية ان احنا نعمل ايه ان احنا نعمل جانجفر سيد ده تحتها على طول يعني دوبك أول ما تعادل خلاص انا كده يعني انزل بس حاجة وسيطة وتقف على الحتة دي يبقى قد كده واقفة على جانجفر سيد كويس لكن لو نزلت اكتر من كده هتلاقي نفسك خلاص ضيعتها وتاهد منك ونزلت انت عن جانجفر وممكن لو انت بقى حاولت تتليس الموضوع شوي هتلاقي عملت بربكس بوجر احنا كده اتكلمنا عن الفرقات بتاعة كانت سبعة اول حاجة اتكلمنا عن وقلنا نحنا نستخدم بيرز تكون اصغر في الحجم الانعمل بيبقى سن فبالتالي برضو بحاول احافظ عليهم وانا ما اعملش كابت كبير واستخدم بيرز صغيرة وكلمنا على وكلامنا عن الانعمل رودز وقلنا ان في حاجات الانعمل رودز في البرايمري بتبقى رايحة اوكلوزري وفي البرمت رايحة جنجبري تكلمنا عن وتكلمنا كمان على الوكلوزر تيبل بيبقى وكمان تكلمنا عن ان هي استناننا عن مثلا البرمري بتبقى بلبس انشيب طيب ندخل بعد كده على فرقات ما بينهم في الروتز انتو الروت كده كده هتعرفوه اكتر لما بنخش على حاجات لو نتكلم على البرمري وكلام ده كله وبنتكلم كمان عليهم في هتعرفوها ان شاء الله طيب اول حاجة ان الاسنان بتبقى بتبقى يعني قصيرة وبتبقى يعني ايه يعني 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 في الكلام ده هو ايه مفتاحة كده عن بعضها مفرشاحة كده عن بعضها خلاص كأن ايه كأنها فتحة رجليها طمعا ليه لان في النص طلع منهم في النص طيب طيب ده اول حاجة تاني حاجة ان هي ما فيهاش ترانك تأكيد عارفوني الترانك طيب ما فيش ترانك دي هتفرقني انا في ايه هتفرقني لما اجي اخلع مثلا سنة لما انا باخلع مشاركة انتو خدتوا الحاجات دي في الجراحة ولا أكيد لأ انتو لسه مخطيش جراحة تعريبا مهم يعني في الجراحة او لما باجي اخلع درس استخدم حاجة اسمها الفورسبس خلاص الفورسبس دي كأنها كماشة خلاص بنقوم عاملين ايه بنقوم مسكين السنة الكراون بيها وبننزل بننزل بنفضل بننزل تحت الجنجبة عشان نمسك في الترانك بتاع السنة كأنه الرقبة بتاعت السنة خلاص فالأسنان البرايمري ما لهاش الترانك اصلا فانا لازم اخد باري ان انا ما وعدش انزل واسرح تحت لان انا كده هاخش على الساكسيسور توس فهبهدل ها خلاص طيب ثانية حاجة الفيسيولوجيكا ريزروبشن بيحصل فيسيولوجيكا ريزروبشن عشان برملينت توس من تحت عملة تاكل في الرود عشان السنة دي حصل لها شادي و الأسنان البرملينت تقوم طرعا تمام فلازم اخد باري ان الاسنان البرملينت بيبقى الروت ستاعتها غالبا ما بتبقاش طولها كامل متكامل يعني هتجيدي اكيد في الفترة اللي هي السنة البرملينت عملة تاكل في الروت بتاعها بعد كده بنتكلم عن البلب وبرضو هتعرفوه بعد شوية منحها منتكلم ان البلب بتاعتي بتبقى خلصنا لانتومي كدت كلمنا عن الفروقات بين والروت والبلب ندخل بعد كده على يعني خلايا يعني ايه خلايا انا هشوف الخلايا دي بعيني كده اكيد لا انا اجت او اطاعت الاسنة كده بالطول وبسط عليها تحت المايكروسكوب خلاص هلاقي السنة البرملينت اخبارها ايه طبعا اول حاجة استقلس بتاع الانامل والدينتين هتلاقي اقل واحنا متفقين عن الموضوع ده ولو بسط عليه زي بقولوك وتحت المايكروسكوب هتلاقوه واضح وصريح طيب تانية حاجة في حاجة اسمها ارجانيك وان ارجانيك سابستانس صح هتلاقي ان فيها ارجانيك سابستانس بتاعتها اكتر فلما لقي ارجانيك اكتر من ارجانيك بيبقى مشهور جدا خلاص و اسمين بقى عشان هي اسمين بتاع الطفل هتلاقي باين عليها قوي اللي فيها ليه عشان قلنا ان فيها ارجانيك ارجانيك بتاعتها اكبر من الان ارجانيك طيب كمان ايه البرب بتشوامر يسا يدينه انه هو ناحية الميزيل اعلى من ناحية الدستان ده هيفرقني في ايد هيفرق لما بيجي اعمل كافتي او ماجي اعمل كافتي ان انا يعني ايه لو يعني ما نزرش او ناحية الميزيل دي اخد باي ما اسرحش ان البلب انتهي عالي في الحتة دي فسهل او اعمل بلب اكسبوجر هنا ماشي طيب اهم حاجة واهم نقطة في الحتة هو موجود بس الارانجمنت بتاعتها بتبقى بها مش زي الاسنان البرمنت بتبقى مترصصة حلوة قوي طيب ده هيفرق في ايد هيفرق لما بجي اشتغل كومبوزت هنعمل كومبوزت ازاي اول حاجة باخد السنة وبعمل لها بتاعي او بشير الكيرز وبمشي على الكيرز ايا كان وده بحط حاجة اسمها الاتش خلاص بعد ما اعمل الاتش وقوم شايل بقوم عاملة ايه بعمل البوند وبعد ما بعمل البوند وعمل لكيورنج بقوم حتى الكمبوزت وعمل مظبوط مظبوط طيب الاتش ده بعمل ايه بيفتح الانعم الروتز دي مظبوط مظبوط طيب لما منكلم بقى الانعم مش بنفتحها ياخد معا وقت شوي فانا هعمل ايه هعمل حاجة اسمها double اتش 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 يعني انا هحط الاتش زي ما احنا متعودين 20 ثانية وقوم شايله وبعد لما شيله وقوم عاملة اتش تاني وقوم برضو شايل بقى دي حاجة اسمها double اتش تكنيك بس اتخدمه مع عشان دي تمام طيب ندخل بعد كده على ثالث فرق هو الاسنان 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 يعني ايه يعني لما باجي اشتغل طفل لما بتيجي تشتغله احنا اغلب الوقات لانا السيز اللي نستخدمها او التكنيك اللي نستخدمه مع الاطفال بنستخدم الانفلتراشن مش معظم الانوات بستخدم الانفلتراشن ليه عشان حاجتين اول حاجة عشان العظم بتاعي بيبقى بورس شوية تأكيد عارفتين الحكاية دي فبيوصل البنج او التغذير يعني او الانسيزية حلو للسنة ده حاجة ثاني حاجة انه اصلا مدى يعني انه هو يحس بالوجع ده بتبقى اقل شوية من الكبور ليه لان السنة ذات نفسها بتاعها اقل من الكبور رقم واحد رقم اتنين انه السنة بيحصل لها بيحصل لهم بيحصل لهم في صح مش السنة اللي تحت عملة تاكل في روز بتاعيتها فلما تاكل في روز بتاعيتها ده بيعمل ايه بيأثر على بيأثر لي على مضبوط فبالتالي بيأثر على النيرفات اللي دخلها للسنة تمام فهو كلف النيرفز دي ده تكلمنا عليهم انا تكلمنا عليهم واتكلمنا عليهم تمام طيب نخش بعد كده بقى على وده مهم جدا لنهي وننظف ه من الدساوس عشان نحط بعد كده فبنحافظ على السنة بتاعتها طيب انا باجي استخد بقى ايه عشان نعمل ايه الادوات ان انا باستخدمها ايه الانسترومنت تاعتي اللي ننظفها من التساوس خلوس طيب انا كده كده الهدف بتاعي ان انا شري التساوس ده رقم واحد طيب بشيره ازاي او بنظف السنة ازاي بنظفها يام ميكانيكل يام كيمو ميكانيكل يعني ايه يعني حاجة انا شغل بيها بايدي حاجة ماتيريال او سوري اداي يعني بشتغل بيها بايدي خلوس بنظف بايدي انا طيب ده رقم واحد الكيمو ميكانيكل يعني ايه كيمو ميكانيكل كيمو يعني ايه كيميكل يبقى انا بحط كيميكل زي على السنة وبعدها بقود برضو شغل ميكانيكل وده انا عرف دلوقتي بعد الميكانيكل دي تمام طيب خلينا في اول نقطة بس الميكانيكل دي بقى انا دلوقتي عايز اشير التساوز ده بايدي مفيش اي كيميكل زي في الموضوع خلاص هشير بايه هشير بكذا طريقة اول طريقة واشهر طريقة وكلنا اصلا من استخدام هي انا انتوا اكيد مش عارفة انتوا اكيد خد معيكم والبيرز والكلام ده كله عشان تشتغلوا عليها في خلاص اللي احنا عارفينها كلها سواء كاربايد كاربايد او كل ده معروف تمام بالهاي سبيد كونترا وكلنا الكلام ده سهل وسريع بسيط والموضوع بيخلص على طول طب ليه مشاكل طبعا ليه مشاكل بالنسبة لنا لأنا بالنسبة ليه بصراحة موضوع حلو جدا وبينجزني لكن بالنسبة للطفل وخد بارك انه ده طفل مش شخص كبير مش هيستحمل كونترا ده ممكن مش فاهم انت بحيطة ده او تحس ان الموضوع انت افوارته قوي بس لا بالنسبة لللي جايين دول هتعرف ان الكنترا مش كونسرفتف للسنة خلص تمام طيب عشان الكنسرفيشن ده عشان البيرز العادية ده مش كونسرفتف للتوس عملوا بير تاني خلص اسمه اللي هو اللغضر اللي قدامكم هنا ده خلاص ده بيبقى اغبره ايه بقى اولا ده معمول من مش كربايد ولا دا معمول من بوليمر متيري تمام ده بيعمل ايه هو ده بيخش على السنة ما بيأكل خالص في الانامل والدنتين هو بيأكل بس في الكيرس فلما بيأكل بس في الكيرس احنا حافزنا على السنة لا حافزنا على السنة اللي بيحصل بيبقى على التوس باستخدمه بهاي سبيد ولا باستخدمه باستخدمه بالنسبة للطفل النيزي بتاعه بيبقى أقلب كتير تمام طيب لو انا دي خلاص انا مسلا مش عايز استخدمها او الطفل مش كاوبرتف زي ما تكلمنا في اول المحاضرة فانا مش عارف استخدمه فباستخدم حاجة اسمها لو تفتكروا اللي احنا استدنا في اول المحاضرة اللي هو اتروماتيك ارستريشن تكنيك تمام طيب ايه بقى الحوار ده باستخدم ايه باستخدم لو انا عندي صوفت كيرز وباينة قوي والصوفت كده مش هارد كيرز باستخدمه خلاص اللي هو بنسميه بالعربي كا حتة ساوس اللي هو في الصورة دي شايفين هو بيبقى الحتة اللي هي على طرفه ديت دي بتبقى بدايكل في الكيرز فبتشيلو تمام طيب باستخدمه باستخدمه طبعا باستخدمه لو انا عندي اصلا الكافيتي قريد دي مفتوح يعني ايه ايه يعني فتكروا كده لما كنا منتكلم على حاجة اسمها كيرز اللي هي كانت موجودة فين اللي كانت موجودة في ال لما كنا منتكلم مع وتكرمنا ان الكيرز بيحصل الاول تحت فاكرين الكلام ده كله فلو لسه ما بقش اوبيم كافيتي انا شعر باستخدم فيه الكسيكافييتر الكسيكافييتر مش هعرف يقطع في الانتين اللي اللي موجودين دول الكسيكافييتر بيشير بس فلازم يكون عندي كافيتي كده محترم مفتوح وفي كيفيتي فانا ببدأ اغرف وشيل بليكسيكافييتر ده تمام كمان قلنا هنستخدم مع الحاس الكلمين عليها من شوية اللي هو طيب عندي بقى حاجة ثالثة خالص اسمها او ايه الحوار ده انا بستخدم اداء اداء يعني سوري زي شايفين هزي شايفين اللي طلع منها الابيض ده ايه ده عبارة عن هوا بس بيبقى خلاص بيبقى هوا مضغوط بيطلع عارفين اللي هو ايه عارفين زي ايه عارفين لما بنجيب تمام عارفين بقى الير اللي بيطلع من الير بتاعتها ديات من منها بيبقى عامل ازاي بيبقى مضغوط كده وبيطلع بالدفاع قوي جدا هو ده اللي بيحصل هو ده اللي بيستخدمه في الير بس مش بيبقى هوى عادي لأ ده بيبقى فيه ماتير اسمها لألمونيوم اوكسايد وبتبقى تقريبا البرتكلز بتاعتها تبقى خمسين مايكرون من الميل تمام فهي خلاص طيب هي طبعا مور كونسرفتف اكيد لان هي بتشير كيرس بس من بتدارش انها تشير نامل ولا دينتين فهي كونسرفتف على سنة وحلوة قوي ان هي اسمها فبالتالي مش بستخدم معاها اي اناسيزية فطبعا حلوة خلاص يبقى انا كايني بسلط هوا مضغوط كده على السنة ينضف لي الكيرس دي بس بيبقى مش هوا عادي ده فيه من الالمونيوم اوكسايد نتلم بعد كده على اخر تكنيك ميكانيكا اللي بنشيل به الكيرس هو الهارد ليزر الهارد ليزر ده اشهر حاجة واخر حاجة موجودة عندنا نحن بنسلط هارد ليزر بنسلطه على السنة خلص تمام و بنحطه على الهارد كيرس مش صفت كيرس عكس وعكس فاحنا هنا بيطلع عادي على الهارد كيرس الهارد بتاعها طبعا انه هو الخالص فمالتالي ما مش بحتاج اي اناسيزيا كمان بتاعه بيبقى حل مفيش كل الكلام بتاع الكونترا ده ولكن هي بتبقى جدا فبالتالي العيان ممكن مقدرش على التكلفة بتاعتها بلص كمان انه بيحتاج مني انا اكون متعقق عامل تدريبات عالية على الموضوع ده بحيث انا اصلاته صح انه يشيل التساوس او كيرس تمام طيب ده كده كان اخر نقطة انا اعضر اشيل بيها الكيرس من ناحية الميكانيكال ندخل بعد كده على الناحية الكيموميكانيكال الكيموميكانيكال يبقى انا احط الكيميكال على السنة الكيموميكانيكال بتعمل ايه بتخلي يبقى صوفت دنتين فبالتالي خلاص بعدها بيبقى سهل ان انا اشيلها حتى من نجار كونترا ممكن من الاكسكابيات رعيدي خلاص ايه هي الكيموميكانيكال دي انا بس عادتكم تعرفوا انواق اسامي بس كده وما كلهم سنصدق معادة ويعندي الكارديكس وعندي الكاريس تمام طيب ده كده احنا عرفنا ازاي هنشيل الكاريس وازاي هنعمل الكافتي بريباريشن ده بانهي ادوات هنستخدمها ندخل بعد كده على الكلاسيفيكيشن بتاعت الكاريس انا عندي اتنين عندي جيفي بلايك عمل كلاسيفيكيشن وعندي سيستك كلاسيفيكيشن جيفي بلايك مع بتاعته وانا عارف انتو عارفين الحاجات دي واصلوا واغدانها في الابرتف واغدانها كمان في استكيشن انا عندي كلاس 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 اول حاجة كلاس 1 اللي هو ببقى موجودة على بتاعته 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 ببقى موجودة كمان لو انا عندي كلاس 2 على بس بتاعته بتاعته بس بس مش بيبقى معاه اي الكسب مش بيبقى معاه الكسب او لكن بس بس معاه ايه معاه طيب كلاس 5 ده بقى ايه كلاس 5 ده موجودة على بتاعته كل الاسنين سواء انتيرور او بستيرور كلاس 6 ده بقى عبارة عن ايه كلاس 6 ده لما بتلاقي انتسوس موجودة على بتاعته الانتيرور او موجودة على الكسب تاعت البستيرور تيس فقط تمام ده بنقول علي حاجة اسمها وهي بتاعتي اللي طلع في الاخر خلص طيب انا كان على ايامي ده كان نسط جديد وكان يعني معلومه مهم قوي بالنسبة لنا يعني طيب ندخل بعد كده على معناها ايه معناها بتاع الكيرز وال هي عبارة عن الكيرز خلاص انا عندي موجودة على ممكن يكون موجودة على ممكن يكون موجود في تمام طيب المهم بالنسبة لي انا عندي من صفر لأربعة صفر معناها ايه معناها انا عندي ما عندي اي كافتي خالص اللي هو ايه ما فيش اي كافتي حصل بنتكلم على اللي هو سب سيرفيس انا انا كيرز نعم اللي احنا قلنا ايه اللي هي اول مرحلة خالص من التساوس تانية حاجة خلاص بدأنا اعمل بس صغير بعد كده بعد كده سايز في و الفرما بين المدرد سايز وال ان المدرد سايز ده لما باجي اعمل الكافتي اللي فيه خلاص باش اعمل الكافتي فيه هتلاقي ان الوولز عادي مسكة نفسها وسليمة وكويسة وكل حاجة ولكن في ال خلاص فبالتالي اتكالنا منها شوية حلوية فما بتبقاش اللي هو تعيتها ما بتبقاش عليها وفن نحتاج نبقى عليها طيب خلاص ده ما فيش اي وورز اصلا هتبقالي بعد ما باشير الكيرز فبالتالي ده بيبقى اصلا وابدأ ان انا ايه اشال طيب دي كده كيانة اللي ايه الكيرز طيب ندخل بعد كده بقى على كلاسات كده من واحد لحد خمسة هنعرف ازاي نعمل فيهم نعرف انتوا عارفين الكلام ده كله بس خلينا نتكلم في ونعمل زي كده سريع طيب اول حاجة بتاعتي اول حاجة انا اصلا ليه بعمل الحوار ده ليه بعمل القواعد ديت او قالك انا هعمل فهو بالطريقة ديت محافظة على البرب لو احنا مشينا على الاوتلاين التاعه ومشينا على الدبست يعني ثانية حاجة عشان اعمل عشان احط الامالجم الامالجم ليه الكمبوزت مش بيمشي عليه الحاجات دي كلها الكمبوزت انا بشيل بس وخلاص ما نيجي دعوة بالاوتلاين ولا ولا كل الكلام ده طمام لكن انا بتكلم هنا الامالجم بيحتاج ريتانش وبيحتاج ريتانش فانا طيلي بعمل له اللي هو ايه الحوار اللي حناخش عيد الوقت ده بتاع جيفي بلاك وانا اعمل ازاي كافتي بريباريشن طيب لو هنكلم على كلاس وان كافتي بريباريشن يعني ايه كلاس وان نرجع تاني كده على حسب جيفي بلاك قال ايه من شوية قال لك ان كلاس وان ده عبارة عن كيرز موجودة على بتاع بس 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 طيب يعني ايه بس بقولها هذيت يعني قصدي مش داخل ولا ميزيل ولا تمام طيب لو هنتكلم بقى على على حسب جيفي بلاك اول حاجة انا هعمل ايه هعمل بتاعي انا عارفين انتو خاطر الحاجات دي في الساكيشن واكيد اتضربتوا على اسنان اكريل او اسنان كمان ربنا معاكم انا عارفة ان المرحلة دي بتبقى رخمة شوعة عشان تجيبوا اسنان طبيعية يعني بس يعني ربنا معاكم ان شاء الله هتعدي تمام اه انا بس عندي نصيحة لكم كده يعني في السريع بس انه في الاول اول ما بتيجي تعمل موضوع بيبقى بالنسبة لك مبهم مش فاهم بتروح تخلي الدكتور يعملك ريفيجين عليه هيقولك بتحس ان انت فقد الامل بس الموضوع بيجي بالتدريب واحدة واحدة اذا كتاخد عليه في الاورة تحس انت مش عارف تعمل ضفطيل مش فاهم الدكتور اصلا بيتكلم في ايه ولا عايز ايه بتاعي عمل تنزل وانت خايف تنزل على البلب فتخايف فتعمل بالروحة فالدكتور يقولك لسا شلو وانزل شوية او العكس خالص انت تخش كده بغشمية شوية فتعمل بالب بإكسبوجر فتحس ان انت يا لهوي انا ايه عملتوا دوت فانت في الاول لسه ما عندكش تأذير المسافات ما عندكش تأذير للستكنس اللي انا اشغال فيه ما عندكش تأذير الحاجات دي كلها فمش فاهم اصلا الكلام بيقول ايه بس يصدقوني واحدة واحدة الموضوع هيجي بالتدريب وبالصبر وربنا معاهكم ان شاء الله ان يوم الموضوع يعدي ان شاء الله سهل طيب يبقى اول حاجة عندي هعمل ايه هعمل خلاص هشير كل البيتس والفشر اللي موجودين في خلاص سواء كانت ده هنا ده الفرما بينه وبين بيقولك انا هشير كل حاجة انا ماشي على يعني انا اللي في دماغي واللي في مخيلتي ان انا بعمل الاوتلاين فورمي ده انا عايز اعمل الشكل اللي في الصورة هنا ده مش بقى مش حوار الكيريس لا انا بقى شيل الاول الاوتلاين فورم خلاص لو بقى يعني ده النوت من عندي لو انا لقيت كيريس ده موجود بعد النوت او بعد اللي انا عملته ده كله بالدبس بكل حاجة بخش فيها بالرزهد وقوم خارج بس خلاص هتعرفوا الكلام ده برضو في الساكيشن بس عمتني يعني جيفي بلايك قال لك انا هتمشي على الاوتلاين دول الاوتلاين فورمي ده والدبس اللي انا هقول لك عليه ده وخلاص ما لكش دعوها بالكيريس انت مش ماشي ورا الكيريس انت ماشي ورا الاوتلاين ده خلاص طيب الدبس تاهي بعمل ازاي قلنا هننزل نص ميلي تحت الدي ات جي لو حبنتكلم انا انا ايه عارف الدي ات جي ده فين وهنزل تحت بنص ميلي او لو انا مش عارف يبقى انا باستخدم ايه وبعمل ايه بقيس واحد ونص ميلي بالبروب بدخل جوه الكافيتي وبقيس من الاول الكاسب لحد لحد الدبس تاع الكافيتي لحد لحد خالص وايس قد ايه بقيس واحد ونص ميلي تمام على البروب دول انا مش عارف الدي ات جي تمام طيب ثالث حاجة الويتس تاعي اللي هو الانتركاسبال دستنت ده اللي حين سألينها من شوية انها بستخدم انها بقول انها ما يكونش معدي التلت علشان ايه عشان تستلنا اصلا بتبقى مور كونستريكتد طيب الوولز بقى اخبارها ايه اول حاجة الميزي الويتس الوولز الناحيتين دول بيبقوا عاملين ازاي اول حاجة الوولز بيبقوا فانا لو دخلت فيهم بقى عشان اعمل الضفتيل محترمة هتلاقيني بقى خلتهم خلت الوولز او المارجنز بتاعت زي بقت فانا كده بقى بقى وصل دين خلاص فانا بعمل دفتيل ده رقم واحد البقل واللينك والوولز برضو هيبقوا بس كمان بيبقوا خلاص ليه علشان ازود كاني برضو ايه بعمل زي يعني بعملون كان الحشو هتخش جوه مش هتعرف تطلع تاني يعني انا عايز اوصل خلاص طيب البلبة الفلور بقى من تحت يبقى عمل ازاي بخليه فلات وحنا على فكرة يعني معظمنا واغلبنا بنخليه فلات لو حنا بنستخدم ايه بنستخدم ال وبخلي فلات خلاص لو عرفت تخليه سلات يبقى كويس بس اخلي بالي ان انا عندي الميزيل بالبو هورن اعلى من ديستل بالبو هورن فانا اخلي البلبة الفلور بتاعي اعلى من عند الميزيل اكتر من الدستل تمام طيب عندي حاجة مهمة قوي هنا اللي هو الكيفو سيرفز مارجن الكيفو سيرفز مارجن ده ده اللي هو بيفرق ما بين الانترنل واكسترنل وورز بتاعتي هخلي ايه اخلي تسعين درجة خلاص ده مهمة جدا طيب اعمل ايه كمان انا عندي لما بتجي تعمل الكافيدي ده هتخش من جوه كده كأن انا دخلت جوه قوضة فلما بخش جوه القوضة ديت لو انا عملت ومشيت بالكونترا بالفشر كده وبعين دخلت جوه القوضة ديت هتلاقي ان اللاين انجلز بتاعتي كلها تسعين درجة وده مش حلو ليه علشان هتبقى موجودة كتير فبالتالي ده بيخلي ايه ده بيخلي ان الامالجم بيتكسر تمام فانا بعمل ايه بعمل لهم طيب حاجة كمان انا عندي الامالجم بعد ما بخلص ده وقم حط الامالجم الامالجم هل اعمله محترم كده وكويس وبين البيتس والفشر وكلام ده كله زي الاسنان البرمن لا في البيديو ما بعملش كده طب بعمل ايه اولا انا ما بخليهاش قوي يعني مش بخليها شالو قوي ليه لان انا كده اصلا هو السمك قد ايه يعني هو سمك الامالجم كله على بعض وقد حاجة صغار جدا فانا لو كمان خليته شالو قوي ايه هيحصل هيتكسر فعشان كده مش بيعمل عالي قوي عشان برضو ايه ما خليهاش ان انا اوصل لتحت قوي في الامالجم ده فايبقى بتاعه رفيع خلاص كمان عشان عشان البيتس والفشر دي هتلم اكل كتير وطبعا الطفل مش هيخص ننه زي ما انت فاكر طيب لو انا بتكلم بقى على بس عايز اعمله هل في موجودة هنا موجودة في الاسنان زي ما كانت موجودة في الاسنان ايوة موجود طيب الاسنان في ده موجودة فين؟ في الابرسكس؟ ليه كانت موجودة في الابرسكس؟ علشان عندي حاجة اسمها ايه؟ عندي حاجة اسمها اوبليك ريتش. طيب هل في الاسنان البرايماري في؟ اه ده في حاجتين فيه سنتين بعملهم سيبريك عندي الابر اي وعندي الابر اي لانه شبه الابر سكس بالزلط. برضو عندي ابليك ريتش طيب واللوور دي ليه? لان انا عندي ريتش موجود فين؟ موجود ما بين الاتنين كاسبوت بتاعتي اللي موجودين ميزيالي موجودين فين ميزيالي بحنا نتكلم فين في البقل ميزيوبقل والإيه واللينجو بقل ولا سوري واللينجو ميزيال ميزيولينجول طيب في القابر ايه هعمل ايه هعمل اتنين سيبريك كافيتس هعمل واحد كدني شيم واحد قبال شيم الصورة موضحة نفسها شايفين الكدني عامل ازاي الكدني ده موجود فين اصلا موجود ميزيالي طيب الكدني دوت عندي حتة كونفكس وحتى كونكيف الحتة الكونفكس هتكون فين هكون موجودة بلتا لي والحتة الكونكيف هتكون فين هتكون موجودة بقى لي انا بمشي على حسب ايه بمشي على حسب الاكسرنال سيرفز بتاعي تمام طيب بالنسبة الديستالي هتلاقي ايه هتلاقينا ان هعمل الاوفال شيب والاوفال شيب ده هيكون عامل ازاي بيبقى ببرر للأوبليك رج ماشي جنبه كده ايه برر ليه موازي ليه طيب اللور دي بقى هي مش معلش ما هتطلقوش صورة ليه معلش انا عندي ده فانا هعمل برضو كدني وفال بس العكس يعني الكدني هيكون موجود ديستالي والاوفال هيكون موجود ميزيالي تمام تمام طيب هستخدم انا هنا ايه مترير هنا طالما هم نتكلم في فانا اغلب الاحوال هستخدم ممكن استخدم كومبوست او ممكن ان فيه ناس بتحب الكمبوست اصلا اكتر حتى كمان بدأوا يقولوا ان احنا عايزين نعمل حاجة تكون لون السنون والكلام ده كله اه وساعتها هتصرف ازاي هقولك دلوقتي انا هعمل الكافيتي بتاعه ازاي هقولك دلوقتي طيب ندخل بس على تاني حاجة هو الكلاس تو ده بيبقى عبارة عن ايه لاستقلينهم من شوية هو البروكزيمال سورفز نكون نقوم كيريز موجود في البروكزيمال سورفز بتاع البوستيرور تيز طيب جيفي بلاك قالك انها مش هعمل بس بوكس كده في الميزل والديستل اه بيبقى مش هعرف اعمل فيه الامالجم حل وخاصة ان لو انا عندي كيريز كمان موجودة على فانا هعمل اللي هو الايه الكلاز تو كافيتي اه بيبقى عبارة عن ايه بيبقى عبارة عن اوكلوزل بوكس اللي احنا لسه عامينه من شوية بس الفكرة ان انا هروح ناحية البروكس ده تمام فانا عندي بروكزيمال بوكس سويا كان ميزل او ديستل وعندي اسمس اوريا ديستل بتعبار عن ايه وهي كونيكشن بيبقى اوكلوزل بوكس اه ولولز ان بروكزيمال ايه بوكس يعني هي الحتة اللي هي الاسمس ايريا دي اللي هي كونيكشن ما بين ال اسمس بوكس و بروكزيمال بوكس الحتة اللي في النص ديت هي دي بنسميها الاسمس تمام مهم جدا الاسمس ده انا هنعمله صح وهقول لكم ده الواسيس زيبه اول حاجه البروكزيمال بوكس كده هنشوف فيه كام وول. اول حاجة عندي البكر ونينج والولز. ناحية اليمين وناحية الشمال بتوع البوكس ده. خلاص هتلاقيوا انه انا هعملهم ازاي? هعملهم سلايد كونفرجنس. وحطوهم في سلفي كونسبل اريا زي اللي لسها انها من شوية. علشان ما يحصلش فودستاجنشن والطفل ما عرفش ينظفها كويس. فانا هعملوا ازاي? هعملوا سلايد كونفرجنس. تمام? ده اول حاجة. تانية حاجة ايه هو الاجزة الول ده? الاجزة الول ده كأنه ايه هقول لكم. انتوا اكيد عارفينه بس انا حاول اوضع حوالكو شوية لو حد مش عارف. انا عندي دلوقتي لو استنى ديت ساوند وجيتها جيبها من ناحية هتلاقي ان في حاجة اسمها ميزيال موجود في الكراون اهو. لو انا بعد يعني دخلت شوية كده دخلت شوية ناحية البلب كده. خلاص. انا شلت الميزيال ده. شلته خالص. وبعدين فيه مول تاني هيكون موجود من الدينتين بس. اللي هو ناحية البلب. ده اسمه الاجزة الول. يارب تكون واضحاته. ماشي? فالاجزة الول ده هيبقى عامل ازاي? اللي هو بسايدز بلبة هو. لان هو لو دخلت كمان شوية انا دخلت على البلبة خلاص. تمام? يعني انا كأني وقفة قدام السنة من اللي هي خلاص بقى السنة. ايه? الميزيال سورفس مسلا بتاعها هو اللي باينني. فانا كأني باخد كده منها ورايحة ناحية ال ايه? رح لناحية مسلا. خلاص? فانا عمالة اكل مسلا في الانامل وبعدين دينتين. وبعدين خلاص بقى فيه وولة هو تنعمل من الدينتين فقط. هو ده الاجزة الول. تمام? طيب بخليه عامل ازاي? برضو نص ميلي تحت الدي اي جي. خلاص? طيب. الشيب بتاعه بيبقى اغباره ايه? قالك ان هو شكله شبه السنة من برا. يعني ايه? يعني بيبقى كومفكس. مش الميزيال سورفس او ده بيبقى كومفكس. هو كمان ده هيبقى كومفكس انشيب. طيب. اهم حاجة بقى هو الجنجيبال وال او الجنجيبال سيت. اللي حيسم نتكلمين عليها من شوية. احنا قلنا في الاسنان البريمري هنعمل ايه? هتبقى جاست بلو الكنتاكت ايريا ديت. عشان لو نزلت اكتر عن كده. قلنا السنة دي بلبس انشيب. فانا مش هلاقي الجنجيبال سيت ده بعد شوية. فانا بنزل يدوبك تحت ال ايه? تحت الكنتاكت ايريا. بتبقى خلاص? وبرود رسيينها. وبيبقى فيها بيفل ولا لا? لا. البيفل ده بيبقى موجود في الاسنان البرمنت بس. ليه? عشان الانعمل والقصة اللي احنا نستعينها من شوية. طيب. احنا قلنا من شوية معلش ان الاجزي الول ده بيبقى استايتكم آآ بيبقى عامل ازاي? قلنا عليه ان هو بيبقى آآ شكله ايه كومفكس. طيب. لا انا عايز اقول لكم آآ الباكة الول واللينج والول انا هما بيقصتايت كونفرجنس. مظبوط? مظبوط. يعني ايه? يعني طلعين على ديق. خلاص? طيب لما يطلعوا على ديق يبقى كده معناها ان الويتس بتاع الاجزي الول ده تحت ناحية الجنجبل اللي اكبره ايه? بالنسبة لفوق ناحية الاوكلوزل. هتلاقيوا انه من ناحية الجنجبل هتلاقيوا انه هو اوسع او اكبر من ناحية الايه? من ناحية الاوكلوزل. ماشي? ماشي. طيب. مهمة قوي السؤال ده على فكرة. طيب. لو انا عندي باك تو باك كيرز يعني ايه باك تو باك اصلا? باك تو باك تو باك اللي انا عندي كيرز موجودة في الميزيل وكيرز موجودة في الديستل بتاع السنتينجة ببعضين. انا عندي دي و ايه? عندي كيرز موجودة في الديستل بتاعي الدي وكيرز موجودة في الميزيل بتاعي ال ايه. وده يعني ايه? كتير جدا جدا. خلاص طيب انا فتصرف ازاي في العيدة لو جالي الطفل ده في العيادة . هل انا اعمل ال d وبعد كده اروحه وبعد كده خليك لي مرة تانية ونعمل ال a ولا هنعمل ال 2 مع بعض ؟ ولا هدي انا سازية واحدة وافتح ال 2 مع بعض ايوى بالزبط كده انا هفتح ال 2 مع بعض . انا لو روحته اصلا بسنة وست السنة الثانية . ايه لي الحشوة بتاعت السنة الاولانية دا هتبوت . هتقع تلكسر لان طفل فيه اكل عمل كده كده يتحشره عشان فيه بوكس تاني مفتوح. فهيفضل ينظف فيه بصبعه ولا بيده ولا اي ان كان انا هيعمل ايه? فهيبوز الحشوة الاولانية. طيب هستخدم الاتنين مع بعض ايه هستخدم الاتنين مع بعض. هفتحهم الاتنين مع بعض. ايه هفتحهم الاتنين مع بعض. وقفرهم الاتنين مع بعض. عشان كمان افويد ايه? افويد كده هنا هنا شوية وهنا شوية وهنا شوية وهنا شوية لحد ما خلص للناحيطين مع بعض. طيب. وانا افترض ان انا عندي آآ عايزة مش عايزة استخدام ملغط وعايزة حط كبوزة. انا ساعتها هعمل ايه في الكافيتي بتاعي? هل هعمل لسه جيبي بلايك قالينا عليها? لا انا همشي بس وراء الكيرز من غير اي اوتلاين فور. انا هجيب البير بتاعي وامشي وراء الكيرز كده وفتح فيها لحد ما رضف الكيرز وتبقى السنة نزيفة فولة خلصي بانا كده خلصت ليه الكمبوزت. كمان الكمبوزت ده بيبقى متى سنستيب اولي لمية. لو جاله اي مية او اي سليضة هيبوز. هتلاقي ان هو كسر تاني بعدها بشهر شهرين. فانا هيستحصل ان انا نستخدم رابر دام. عشان اعمل ايزوليشا محترم. كمان بعمل بيفلينج. ليه بعمل بيفلينج بقى? في كل الاريس في كل ليه? لانه الكمبوزت مش بيعتمد على الكمبوزت بيعتمد على الكيميكال يعني ايه الكلام ان انا قلته ده? الامار الجمعة عشان نسبته في مكانه. عملنا له اوتلاين فورم حلوة عملنا له ضفطيل. زبطناله الدنيا لستقلينها من شوية في ولكن الكمبوزت بيمسك في السنة مش بيمسكها عشق ومعشوق وخلاص. لا. الكمبوزت بيخش في نسيج السنة لذات نفسها. بيمسك في نسيج السنة لذات نفسها. ليس اقلكم في الانعم الردز والكلام ده والالتشنج والحاجات دي. انهو كأنه بيخشوا عشق ومعشوق بس في السنة في جسم السنة نفسه. يعني في الانعمل نفسه في الدينتين ذات نفسه. خلاص. فانا لما بعمل يعني ايه بيفلينج قصلا يعني ايه بيفل دي. بيفل دي يعني انا بامسك البير وبميله كده على السطح وبقوم ايه وكلى كده من السطح حاجة بسيطة. بزاوية بزاوية خمسة واربعين درجة. خلاص. انا لما عملت كده عملت ايه? انا كده فتحت سيرفيس اريا اكبر من الانعمل والدينتين. خلاص? فانا لازم اعمل بيفلينج مع الكمبوزت عشان اوسع لنفسي او افتح مساحة اكبر عشان يحصل فيها الكميكال ده. تمام? يا رب تكون واضحة. طيب لو منتكلم على قالك مني سيقوم حاجة اسمها الويتش ده اللي سنقول لكم دلوقتي حالي نهو. الويتش ده بتبقى عبارة عن ايه? بتبقى عبارة عن حاجة زي ما يكون بلاستيك او عبارة عن حاجة اه بتبقى خشب على حسب المتاري اللي استخدمناها يعني. بتخش في الانتر بروكزمال اريا دي. عشان تفتح السنة بتبقى السنة كده عن السنة اللي جنبها. فبيبقى اسهل شوية علشان اعرف اعمل كونتكت اريها محترمة. ماشي? طيب. هنا عندي كونسرفيشن كابيتي بريباريشن لو احنا بقى عندي كم كيس كده لو جلنا في العيادة هتصرف معهم ازاي? هل هفتح كلاس 1 ولا هفتح كلاس 2 ولا مش هتصرف ازاي? قال لك اول حاجة حاجة اسمها سلط بريباريشن. ايه سلط بريباريشن ده باستخدمه ازاي? لو انا عندي كيرز موجودة على بتاع السنة. بس السنة اللي جنبها مش موجودة. يعني السنة خلاص اللي جنبيها مخلوعة مسلا. هي عندي كيرز على بتاعها. فانا اقول والاكروزة سليم. ما فيش اي حاجة. هل افتح كلاس 2 ولا هعمل ايه? قال لك لأ انت ممكن تستخدم تفتح بس الميزي البوكس ده او الديستال بوكس ده فقط زي ما احنا عارفين نسا قايلين من شباية البروكزمال بوكس بيبقى بتاعه بيبقى عمل ازاي? كل ده هنعمله. بس ساعتها هنحط او كومبوزد. ليه بقى ما حاطتش امالجم? ليه? لان جيبي بلاك قال لك انا لو عندي كيرز موجودة في انا يا عمي هفتح كده كده انا كده كده هفتح حتى لو مفهوش كيرز. عشان احط الامالجم عشان ازود بتاعي. طيب اي جانا بقى اقوم اقيل له والله ان هفتح بس بروكزمال بوكس وحط برضو امالجم طبيعي هيكسر موجي في بلاك ما قالش الكلام ده من بلاش يعني. فساعتها مش هستخدم اي امالجم خالص هنا لان الامالجم هيقع ويكسر فانا ساعتها هستخدم يا اما جراس اينا ماري اما كومبوزد اللي هيمسكه في كيميكال ريتنشن. طيب لو انا عندي بقى حاجة تانية اسمها تانيل بريباريشن. تانيل بريباريشن دي يعني ايه يعني ايه يعني انا برضو عندي كيرز موجودة على بروكزمال بس 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 رحوات دي تحت ديات ميت خط ان السنة اللي جنبها موجودة. موجودة ما تخلعيتش. فانا هتصرف ازاي ممكن اعمل حاجة اسمها تانيل يعني ايه تانيل يعني نفق? فانا بخش بالبير بتاعي لحد ما يوصل لناحية الميزيل ديت. زي ما انتم شايفين في الصورة هنا. خلاص. فانا لما شايفين القوس ده الموجود ده. فانا خلاص وصرت هول الكيرز اللي موجود مسلا على اهو. خلاص. ويسبت الجزء من السنة كويس مفوش اي حاجة بيبقى اه ينامروا دنتين. فصنديم بعض يعني. خلاص. بس الفكرة ان السنة اللي جنبها ما لها. السنة اللي جنبها اه مش سنة اللي جنبها موجودة. فانا ساعتها هنا ممكن استخدم جزء اي مرأة او امرجم. ليه? لان هنا هيبقى عادي. عادي هيخش ويتحشر جوا مش هيطلع. تمام? طيب. الايزوليشن. نسأل لكم ان احنا نستخدم رابر دان مع الكمبوزيت. هو احنا ممكن نستخدم رابر دان بس. والله الرابر دان ده اعلى اعلى درجات الايزوليشن وده احسن حاجة ممكن نستخدمها. طيب ممكن نعمل حاجة اسمها ببارشة ايزوليشن او. يعني ممكن تكون السنة مثلا السنسيبتي مش عالي يا السلايفيشن مش عالي الكلام ده كله. فبقى على حاجة اسمها بارشير ايزوليشن بي ايه بي كوتن رولز بقى محطة كوتن رولز كده حوالين السنة. وفي نفس الوقت فخلاص كده احنا اعتبر كنترول على بنسبة يعني ايه? كويس يعني. خلاص او بيبقى في حاجة اسمها عشان ده بيقرر لي السلايفيشن. ممكن والله ممكن بس مش بنستخدمه قوي يعني. طيب. اقولنا السيجن في كانت ستاعتها ايه? لانا بعمل اه موشيشن كنترول وبعمل ده وانا بستخدم ال اه صلايفيشن مع ال مع الكوتن رولز بيعدي شوية البقلت اه اللي هو الخد يعني بتاع بتاع الطفل. وكمان بيقلل لي بتاعي. يعني دي انت الماثلين لانه عمالة تشفط اي حاجة بتطلع خاص. تمام? طيب. عندي بقى ماتريكس سيستم. ماتريكس سيستم ده مهم جدا. في حاجة اسمها ماتريكس وباند. اللي هو اشهر حاجة فيهم اللي هو التوفلوماير اللي هو الصورة دي. ده اسمه وتوفلوماير ماتريكس. وقلنا لسه من شوية ان التوفلوماير ده بيبقى صعب في الاطفار. علشان ايه? علشان اللي موجودة. وعلى فكرة لسه اقول لكم ان بيبقى موجودة فيها هي اللور دي. مشي? طيب. يبقى انا بسطلع من الطفلوماير ماتريكس ده ممكن هستطيعون مع الكبار عادي ولكن الاطفار بيبقى صعب اولا عشان بيبقى تانية حاجة لانه الطفل مش هيستحمل الجهاز ده بيبقى برضو ريخة مشوية عليه فمش هيستحمله وكمان بيبقى جبير على على بقه. طيب. في حاجة اسمها اللي هي دي. ودي بنستخدمها اكتر لعلمين دي. دي بنستخدمها اكتر في حالة الكمبوزد. وبرضو يعني اعتبر بنستخدمها في الكبار اكتر لان عشان الصغيرين مش او الاطفال مش يعرفوا يستحملوها. خلاص. طيب عندي كمان بقى اللي هي التي باند. التي باند اللي هي هنا دي. بقى اللي هي في النص دي. اوكي. شايفين اول واحدة اللي هي اي ديت. ديت هي مفرودة هي. لوحدها. هي بتبقى وراءة عن حرف تي اهو. وبقاين بنقوم لفينه زي ما انتم شايفين. ونقوم حطينه على السنة. وبقاين بنقفل عليها. كأنه حزام كده. خلاص. ده بيبقى اشهر حاجة واكتر حاجة هتلقوها في الساكيشون ودلها تستخدموه اصلا. تمام? انا عندي الماتريكس سيستم واخر حاجة بس اللي هو انا عندي حاجتين كمان سوري. عندي البرفورمت سيستم او اللي هو آآ اللي هو ده. ده بيبقى عبارة عن ايه? ده بيبقى عبارة عن كأنه آآ آآ شريط كده طويل من اللي ايه? من الحديد خلاص. وبعد انت بتجيب البقرة دي هو احنا خلاص ونقاش نستردموه عمتا. بس عمتا يعني كنا بنعمل ايه? كنا بنطلع البقرة ديت ونقوم جايبين منها مسلا بالويم كده ونقول مسلا ان الطفل مسلا هيحتاج آآ مسلا كزا آآ مسلا ميلي وتقوم جايبها وقصصها وبعد ما بتقصها بتقوم حاطتها حوالين السنة. وخلاص انت عرفت كده اللي ازيد من كانت قوم ايه? تقوم قصه. وخلاص تقوم لحيمهم في بعض حوالين السنة. هي كان بتدي اداتيشن حلوة قوي. بس طبعا كان بتبقى الموضوع طويل يعني بياخد البروستيس بتاعتي كبيرة. فبالتالي كان بتاخد وقت طويل. فخلاص ممكناش نستخدمها. ويستردمناها بتسي باند ده وتلوها شكل الحزان. كمان في باند بس مش موجودة هنا في الصورة للأسف. هي السلوليد ماتريكس او اللي بنسميها اللي ايه? ماتريكس. كلنا نستخدمها في هي نستخدمها في يعني ايه? يعني هي برضو تبقى الشريتة كده زي زي ده كله بس دور كلهم كانوا متل هي تبقى شريتة بتبقى شفافة معقولة من السلوليد ليه باستخدمها شفافة في عشان لما عماتا بحط لها كومبوزت مش بحط لها امرجم. فالكومبوزت ده بيحتاج يتعمل له كيورينج. فالكيورينج دوت عشان لو بتاعتي لو متل ما بتعديش اللايت كيور فبالتالي بنحب نستخدم معيها الشفاف عشان الشفاف دوت هيعدي اللايت كيور او هيعدي الضوء يعني فنعرف نعمل كومبوزت كويس. نشي. طيب اهمية الماتريكس اوصا ايه? ماتريكس السن ده اهميته ايه? اول حاجة عشان يعمل كونتورينج لي خلاص فيطلع مزبوط شكل الوولز التعتي. تاني حاجة ما بيخليش يحصل يعني ايه? يعني تيجي تحط لو حطته كده في الهواء من غير الماتريكس. حطته عمارة تحطه بتحشر في الميزير بوكس هتلاقي انه الحشوة كلها نزدت على الجنجيفة اللي تحت هيطلع فيه زيادات طبعا وهتنزل على الحشوة اللي تحت. فتعمل حاجة اسمها يعني ان هو سند على اللاسة بتاعت الطفل فيروح الطفل اللاسة بتاعته فيه زي منقول كده توبة او زلطة سند عليها بنسميها كده بالبلد يعني. فتلاقي الطفل راجع تعبان ويشتكلك من درسه مع ان تحشيه الدنيا فلة. بس الفكرة ان فيه حاجة اسمها نازل على الجنجيفة. فوجع الطفل او حتى والله الناس كبيرينين تهجاحهم برضو. وبيبقى فيه بست اوبرة في بين. فبتضطر ان انت تشير كل ده بتعمل حشوة من الاول وجديد. فعلى ايه? نستخدم والباند. عشان ما يخليش يعني ايه? كي انه بيحشر الحشوة كده فبيمنحها انها تنزل على الجنجيفة. تانية حاجة ان هو يحصل عشان انا لو ما استخدمتوش. لو ما استخدمتش اصلا ماتريكس خالص. مهما تعمل هيحصل حاجة اسمها اوبين كونتكت. هكون موجودة. خلاص فبالتالي هتعمل بعد كده الاكلة هيتحشر في الحية التازي. كمان انه هي هيها لانا لسه بلوكو على ايدا. يعني ما فيش اوبين كونتكت ان هي مش وصلة للسنة اللي جبها. فعمل اوبين كونتكت فيحصل برضو اا فود امباكشو. طيب. ايه بقى حوار الويتج ده? الويتج ده زي ارتهلكم من شوية انا بحط الباند دلوقتي والماتريكس وكل حاجة. ايه اللي هيخليهم يستندوا انه ميحصلش بفود اا ميحصلش اا اا اوفرهينج ما تنزلش تحت بزيادة. يعني ممكن حتى الباند ديت لو مش مظبوطة قوي ومش فتت قوي عرق السنة واسعة شوية هتلاقيها برضو تزحلقة وعت لتحت. فانا بسندها بايه? بسندها بالويتج ده. الويتج ده يا جماعة عاملت بالزبط شبه كأنها خشبة او حتى بلاستيك دلوقتي تبقى نستخدمها بلاستيك مقوة كده. بتبقى شكلها شكل المسلس. بتبقى سندة على بتاحت كده في الانتر بروكس من الاوريا كده. بحيث انها تسندني الماتريكس. فما يحصلش. بتجيب اشكال واحكام والوان وماتريالز مختلفة. خلاص? طيب. نخش بعد كده احنا كده خلصنا كلاس وان وكلاس تو كافيتي بريبريشنز. تكلمنا على كلاس وان واتكلمنا ان انا بعمل اوكروزال بوكس. واتكلمنا كمان عن الكلاس تو. وعرفنا البروكس ما البوكس بتاعي بيبقى عبارها عن ايه. واتكلمنا كمان عن الباك تو باك. وتكلمنا عن الكونسرفتف آآ كافيتيز اللي هي الاسلوت والآ ويتكلمنا عن الادوات اللي انا باستخدمها هنا برضو. انا باستخدم باند وماتريكس وواج وكلام ده كله. طيب. ندخل بعد كده على كلاس سري كافيتي بريبريشن. ايه هو كلاس ليه رجعه تاني كده ليه. كلنا نتكلم من الكلاس سري ده عبارة عن البروكس. ان الكيريز موجودة في البروكس بتاع الانتيرورتيز. هل موجودة معيه في الموضوع? لا لا. تق 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 تق. مش موجودة. لو بقت فيها كيريز يبقى احنا نتكلم في كلاس فور. يبقى احنا هنا في كلاس سري في الانتيرورتيز. وده كتير هتشوفوها. وان شاء الله تبقى سهلة معيكم في الريكوارمت بتاعت البيدو. هتلاقوا الحالات دي كتير اصلا ما عندكو في الجامعة يعني. خلاص. الطفل بيجي لك بالمنظر ده بالزبط. بالزبط. موجودة فيهم كيريز في النص. خلاص. طيب. اول حاجة انا بستخدم معيهم امالجم. يعني معلش يعني معلش سوري يعني يا جماعة. بالعقل كده هستخدم امالجم؟ اكيد لا. مر امتى هستخدم امالجم؟ هل في كيس او في حاجة بستخدم فيها امالجم مع الانتيرورتيز في او. ايه هو? بتاع الكناين. عندي كناين والكيريز موجودة في الديستل. ساعتها ممكن استخدم معيها امالجم مع انه والله مش كتير يعني. طيب. ده بقى ممكن استخدم له دايريكت ابروتش واين دايريكت ابروتش؟ ليه بقول الكلام ده؟ لانه الكيس ممكن تجيلي عامل ازاي؟ الكيس ممكن تجيلي بالمنظر ده شايفين؟ الكافيتي اردي حصل اهو من الناحيتين تمام؟ وانا شايفاها بعيني. شايفاها واضح وصريح وكافيتي كافيتي يعني خلاص حصل كافيتيشة حصلت هنا. طيب الان دايريكت دا بيبقى عامل ازاي؟ ان دايريكت دا انت تجي ببص في بؤد العين او الطفلة او حتى رجل كبير هتلاقي انه ما بين سنينه اللي هم الابر سنترول دول ما بينهم لون اسود بس ما فيش كافيتي مفيش كاتش انا لو مش هترب رب على اللي بيه بتاحهم مش هلاقي اي كاتش اما الايه بقى هتلاقي انه الكافيتي موجود بلاتري يعني تا لو خدت بالميرور كده وبسيط بلاتري او حتى حطيت البروب كده بلاتري هتلاقي بيه كاتش فده كده ان دايريكت ابروتش بالنسبة لي هيبقى ان دايريكت خلاص طيب زي ما مروم نوره هو دايريكت ابروتش انه هو اوبين كونتاكت اللي كنت اتفتحت خالص الكافيتي بيبقى عاملي ازاي بيبقى شكله ازاي بيبقى شكله او شايفين دا كده كأن وقت دا بتاعي في الميزيل او البروكزمال يعني بيبقى عبارة عن ايه خلاص كده كده مش بعدي الا يعني بحاول ان انا اسيب ليبيا الول وي بلات الول اللي هم بيبقوا برر كده كده الجنجفر الول بتاعي او الجنجفر سيد بتاعتي بتبقى بايه بتبقى فلات على اني حنتكلم في الاجزية الول بالنسبة لي بقى عملي ازاي بيبقى كونفيكس ويهي طبعا نصي مني تحت الدي اي جي زي ما احنا متعاودين طيب الان دايريكت ابروتش بقوم ما هو شايفين الصورة اللي عايمين دي هو دا الان دايريكت ايه ابروتش ان هنا باستخدم ايه الميرور ويهي بعمل 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 كافتي ان دايريكت خلاص الكنتكت بتبقى هنا بتبقى زي ما اقول لكم انت بتبقى شايف لون اسود بس لكن السنة كويكة انها يعني سريمة خلاص بيبقى شكلها عاملة زي بتبقى عاملة زي الضفطيل زي ما هي واضح هنا في الصورة اهو موجودة في الميدل ثير دا او في البلات السورفس في الاوبرتيز ولو بنتكلم في الاسنان اللي تحت بتبقى موجودة في خلاص يعني دا فوق بيبقى موجود في البلات السورفس وتحت بيبقى موجود في اللي بيال سورفس خلاص طيب دا هنستفيد فيه المرة الجاية احنا قلنا دا ان انا عندي كيريز موجودة في وكمان موجودة في الكسب تيبس فبالطالي انا بحتياجة اعمل لها طبعا طبعا بس يستحس ان انا اعمل لها من الزركونية وهتعرفوها برضو المحاضرة الجاية اخر حاجة هو كلاس فايف كلاس فايف كلاس فايف كان ايه كان موجودة على بتاعت كل الاسنان سواكت انتير او بوستيرور او اعبارة عن ايه او اعبارة عن ايه او اعبارة عن كدني شايف دي اما يكون على حسب الكيريز انا بحاول اعمل عليه بتاعي خلاص يما يكون دا كده هنا شايفين شاكله عامل ازاي دا كدني شايف اهو والعليمين دا شاكله سواء كانوا ميزير ودستر يمين وشمال بيبقوا سلايتلي فليورد او بروكزماني تمام ايه كمان يعني ايه فليورد يعني مفتحين كده عن بعض مفرشحين كده شوية عن بعض انتظار والسيروفيكال فوق وتحت بيبقوا فلات او يعني برر لي الاكسترنال سورفس ويجي عندي لو انا هستخدم كومبوزت بعمل فيورينج او في الاونلاين انجلز وبابل تو انجريز السورفس اريا حاسة متفين عليها من شوية دا كده كده اخر حاجة خدناها فيه المحاضرة بتاعت اه النهاردة خلاص هو طبيق يعني يبني فيه رايي كتير بس هو كلهم كلام سهل وانتو عارفينه لو عندكو اي اسئلة في اي حاجة تقولوا لي على طول انا يعني موجودة متاحة 24 ساعة موجودة في مكتب رسالة او مكتب بيين اثنين اه ذكروا اول باول وان شاء الله الترمي دا واتخدوا بالكم ان هو قصير وبيعادي بسرعة فاخدوا بالكم ذكروا اول باول عشان ما يتركبش عليكم وربنا معاكم وبالتوفيق شكرا